السلام عليكم الإخوان من جديد في موضوع جديد وحلقة جديدة من أخبارنا على البرسلونة أو من أخبار متدولة على فريق برسلونة السؤال أكثر تدولاً بين الكوليز الكوليز هم أعضاء مشجعي فريق برسلونة حول العالم يعني السؤال المطروح كيف سيكون شكل الفريق مع فليك بعودة كل المصابين هذا هو التساؤل الذي يقض مضجع الصحافة الكتلانية يقض مضجع المشجع الكتلاني وكذلك يرهق ويؤرق فليك لأن فليك منذ القدوم دياله هذا ليس مئة يوم منذ أن استلم العارضة الفنية لفريق برسلونة كان يتعامل مع واحد مجموعة قليلة من اللاعبين أو كما نقول واحد مجموعة مختصرة جداً من اللاعبين فبالعودة أنت على اللاعبين قلناها مراراً وتكراراً ستكون هناك مشاكل في إيجاد توليفة أو إيجاد مجموعة أو إيجاد طريقة من أجل اللاعب لا تنسوش بأن الأسماء المصابة هي أسماء رنانة بالنسبة للجماهير وبالنسبة للإدارة من تعبار برسلونة أما بالنسبة للمدرب فهو يرى من يصلح لللعب ومن لا يصلح لللعب ولكن مثلاً بعودة مثلاً لنقول بأنه عادة أروخو مثلاً نعطي مثال عودة أروخو من سيلعب في الدفاع؟ هل سيلعب كوبارسي؟ هل سيلعب مارتيناس؟ هل سيلعب أروخو؟ عودة كريستنسن تخلق لك مشكل كبير كذلك لأنه كريستنسن في الظروف الحالية وفي المجموعة الموجودة حالياً عند فليك سيرجعوا إلى الدفاع بالرجوع تكريستنسن ما سيلعب بنا في الدفاع؟ من سيلعب؟ من سيكون محور الدفاع؟ أروخو كريستنسن مارتيناس كوبارسي نرى بأن مارتيناس في تطور هائل استغل إصابة مجموعة كبيرة من اللاعبين بعد أن كان لاعباً احتياطياً أصبح رسمياً وأصبح يعتمد عليه فليك في مسائل جد حساسة في دفاع البارسة ألا وهي مسيضة التسلل التي يعتمد عليها البارسة مؤخراً بكثرة؟ من سيرجع أروخو رجع كريستنسن؟ بمن سنلعب؟ هل سنضحي بكوبارسي الفتى المستقبل أو العنصر الهام في هذه المجموعة؟ هل سيلعب كريستنسن؟ هل سيلعب أروخو كوبارسي؟ هل سيلعب مارتيناس أروخو؟ ماذا سيقع؟ البعض سيقول لك الفعلاً سيقوم بالتناوب سمعني يا أخي التناوب شيء جيد ولكن عدم الاستقرار على فريق واضح يؤدي إلى مشاكل جمة هذا الشيء شفناه سابقاً مع شافي كصافي كان كل مقابلة يدخل لنا بمجموعة جديدة فلم يكن هناك تناسق في الفريق باتاتاً طيلة الموسم هذا الشيء راح نقدرنا عليه في الدفاع ما تنساوش بأن إدارة بارسلونة تتجه في السوق الشتوي على أقصر تقدير أو السوق الصيفي إلى جلبي ظاهيرين ظاهير أيمن وظاهير أيصر يعني ستكون منافسة ضد كوندي وكوندي نعلم جيد بأنه ليس بظاهر ولكنه لاعب كذلك وسط مدافع إذا رجعنا كوندي لوسط الدفاع سيكون عندنا يعني تضخم سيكون عندنا لاعبين كثر في وسط الدفاع إن جالبنا ظاهيرين يعني بعض المرات بعض الأشياء تكون البعض يراها سلبي خروج كانسيو من بارسلونة رأاه البعض بأنه شيء سلبي ولكنه كان جد إيجابي بالنسبة لكوندي وبالنسبة لفكتور فورت فلهذا إن جلب البارسة ظاهيرين سيكون هناك صراع شرس بين المدافعين على حجز بطاقة الأساسية فلنأتي إلى وسط الميدان حاليا في وسط الميدان خصوصا نحن مقبلون بعد سويعات على مقابلة إشبيليا سيكون غد يلعب في وسط الميدان لأن افترض أن غافي غافي ربما لن يلعب إلا سوف يلعب بعض الدقائق أو ربما فلك لن يشركه لأنه الكل يطالب غافي بالتمهول في العودة إلى فريق بارسلون لأنه لا أعلموا جيدا بأنه غافي من ذلك نوعيا اللاعبين الشرسين في اللاعب ديالهم لاعب شرس لاعب يلعب بقوة فربما تكون انتكاسة جديدة فلهذا نصحه الأطباء ونصحه المدربون السابق كاكسافي ونصحه كذلك فليك بالثريت والدخول في المنافسة شيئا فشيئا يعني عدم الاندفاع وغافي عيبه الوحيد أنه يندفع بقوة في المقابلات هيا العودة انتع غافي هل غافي في نظركم سيكونوا لاعب احتياط لا بطبيعة الحال عودة ديونغ ولو مؤقتا لإصابة المؤخرة انتع ديونغ ربما يشرك وفليك بعض الدقائق لأنه الكل والتقم الطبي كان يراهن على مقابلة سيفيا لكي يعود ديونغ إلى مستواه الحقيقي من أجل الدخول في صراع المقابلتين الحاسمتين القادمتين ضد باير مينيخ وضد ريال مدريد فإذا به تقع له انتكاسة قيل بأنها انتكاسة بسيطة سنرى الآن في مقابلة سيفيا هل سيشركه المدرب أم لا فإن لم يشركه المدرب يعني بعبارة أخرى لن يكون جاهزا لمقابلة باير مينيخ مئة بالمئة هل عودة ديونغ هل في نظريكم هل يقبل ديونغ أن يكون لاعبا بديلا أو احتياطيا وهو صاحب أغلى أو أضخم راتب في أوروبا كلها اسم ديونغ يعني اسم كبير فقط على الورق أما داخل الميدان فكلام آخر كاسادو المتألق الذي يشبهه البعض بكيميش أو كيميش أو يسموه كما تريدون هل في نظركم يستغني فليك عليه بعدما سقل موهبته الرجل في مرحلات سعودية يكتسب الخبرة مقابلة بعد مقابلة هل يضحي به فليك ويجلسه على دكة البدلاء بعد أن أصبح قطعة أساسية بعد إصابة بيرنال عودة بيرنال ستشكل صدمة لبعض اللاعبين هل في نظركم لوبز المتألق مع البارسا الموسم القادم والمتألق مع المنتخب الإسباني الأولمبي هل سيرضى ولا ننسى بأن الإدارة قامت بتجديد عقده مؤخرا لكي يبقى في برسالونة أطول فترة ممكن هل في نظركم لوبز سيبقى ذاك اللاعب البديل لا نتكلم كذلك عن بيدري المتألق مؤخرا في مراكز جديدة مع فليك لأن طبيعة لعب بيدري كان لاعب وسط مهاجم أصبح في عهد فليك يلعب لاعب وسط مهاجم وكذلك يلعب لاعب وسط يساعد محور الدفاع أو يساعد محور الارتكاز عفوا هل في نظركم بيدري يقبل أن يكون لاعبا بديلا لا بطبيعة الحال بالإضافة إلى مجموعة من لاعب الآخرين تنتظر دورها كبابلو توري المتألق أو الذي يذهب في اتجاه التألق كلما دخل كلما قدم مقابلات جيدة هل في نظركم هذا اللاعب ألن يصارع على مكان أساسي بعد أن قام البارسا بإعارته لجيرونا في المعامل الماضي وأدى موسما جيدا لا ننسى نوح درويش القادم بقوة في فريق برسلونة بي وكذلك بيم بريم عفوا اللاعب القادم بقوة الشابه بيكسافي إلى حد ما البعض شابه بيكسافي ولا ننسى الإخوة فيرنانداز يعني كأن هناك صراع كبير سيكون في وسط ملعب برسلونة ألا يعتبر هذا بالنسبة لنا كمشجعين شيء إيجابي جدا كثرة اللاعبين يعني بإمكان المدرب أن يقوم بالتغيير ولكن بالنسبة للمدرب هذا يسمى صداع صداع رأس لأن المدربين أغلبية المدربين يريدون يعني فريق بمجموعة محددة من اللاعبين أغلبية المدربين الكبار يريدون مجموعة محددة يعني مجموعة مقلصة من اللاعبين كلما كثرة عدل اللاعبين إلا وازدادت المشاكل سنجل لهذه النقطة فيما بعد نمشون الثاني للهجوم البارسا تفكر في جلب ضهير أيسر حقيقي عدنا رافينيا عدنا شو عدنا واحد يقول له فاتي ماذا ما اخداش الفرصة دياله نهائيا مع فليك لأنه ملقاش بلاس لا يجد المساحة ولا يجد الوقت ولا يجد المكان المناسب للدخول في تشكيلة فليك هذا هو الإشكال أرابة اللاعبين ما غادشي القولوق تفقشي لعبه لا يوجد مكان لهم تألق رافينيا وتألق يمين يامال وتألق ليفاندوفسكي في هذه السنة بهذه الطريقة عدنا ببا وفيكتور كذلك عدنا فاتي عدنا توريس وعدنا مجموعة من الشباب كان واحد مجموعة من الشباب والبارسا تفكر في جلب لاعب رقم تسعة آخر يكونوا بديلا أو يكونوا للمستقبل عدنا شو فيكتور روكي فيتور روكي ذهب لأنه لم يجد له مكانا فره هذه الإشكالية هذه إشكالية توقع بين اللاعبين فما بالك وما تنسوش بأنه الفريق البي دائما يدخل لاعبين جدد في فريق برسلونة للكبار كل هذه تشكل مشاكل كبيرة ليس فقط لللاعبين ولكن للمدربين أنت وغي مثال المنتخب البرازيلي لكورة القدم منك يحطلوا مدرب لكي يخترت شكله لا يستطيعوا أن يخترت شكله لكثرة اللاعبين وهذا يعتبر عائق أمام تقدم أي فريق فرق الكبرى لن نتحدث عن المنتخبات أنا أعطيت المنتخب البرازيلي كمثال عنده 3000 لاعب كيف يستطيع أن يجمع 11 اللاعب كأساسي وحدش اللاعب كبديل لن يستطيع بطبيعة الحال نفس الشيء سيقع لفليك هل أغامر بهذا الفريق الذي أفوز معه في كل المقابلات بإشراك لاعبين آخرين أرى عودة المصابين تشكلوا مطارق في رأس فليك تشكلوا هواجس بالنسبة للفليك من سأزيح من التشكيل الأساسية من سأدخل عندي تشكيلة تفوز وعندنا واحد المثل قائل ما عمرت بالدل تشكيلة التي تفوز لك في المقابلات فبعودة المصابين سيضطر فليك إلى التغيير هل هذا التغيير سيكون إيجابيا على فريق برسلونة هذا هو الإشكال هذا هو السؤال المطروح من غالبية جماهر البرس البعض يرى بأن عودة المصابين قوة جديدة للبرس فعلا ستكون كقوة ولكن سيكون صراعات خفية لداخل داخل الفريق ستكون هناك صراعات خفية بين اللاعبين لحجز مكان أساسي من يكون عندك مجموعة اللاعبين تفاهمين بناتهم يؤدون بشكل جيد مرة مرة تدخل اللاعب أو تخرج اللاعب شيء جيد يستمر الفريق في العطاء أما من يكون عندك أكثر من فريق وكل مرة تدخل تشكيلة وكل مرة تبدل وكل مرة تغير حتى ذلك النسق انتع التجانس بين اللاعبين في المقابلة سيختفي وهذا ما رأيناه مع أقصافي السنة الماضية أرى عودة اللاعبين يعتبرها البعض شيء إيجابي ولكن في المقابل لها سلبية كثيرة أعطيك غمتنا في وسط الميدان خلينا بدفع الدفع تقدر تدير كل مرة تلعب حاجة وسط الميدان محرك الفريق ألا وهو وسط الميدان كيف سيكون شكله وسط الميدان في هذه المجموعة؟ البعض سيقول لك وكل مرة يدخل اللاعبين لا يستطيع لأن يكون هناك استمرار في نسق تصاعدين سيكون المرة تلعب مزيان سيكون دخل فريق جديد سيكون هبط لك المستوى سيكون دخل اللاعبين جدا تاني لا تفهم منش مع اللاعبين اللقدان وهكذا هناك مشاكل قادمة وفي لك يعلموا هذا شيء جيدا علش الإدارة أنت عبر سارون بدأت تفتح أبواب الرحيل لبعض اللاعبين مثلا في الوسط دي يونغ لأنها تريد الاعتماد على اللاعبين الصغار بيدري كاسادو بيرنارد غافي لوبز أساس الفريق المستقبلي مع بعض التطعيمات من الفريق بي أو جلب نجم كبير كأولمو أنا هذا أولمو كانت سيتوقاف تشكيلة لم أذكره إطلاقا أولمو متعدد المراكز يعني ما عندناش مشكلة يلعب في الهجوم أو يلعب في وسط الميدان فبالتالي عودة اللاعبين المصابين هو سيف ذو حدين إما إما أن يجد فيك طريقة لإرضاء الجامع وهذا شيء صعب أنك ترضي الجامع لكي يلعب هذا شيء صعب كما كان يقول جوارديولا سابقا لن تستطيع إرضاء 23 لعب لأنك تلعب فقط بـ 11 لعبا لن تستطيع إرضاء جامع أنت عندك فتشكيلة فقط 11 كيف سترضي الجامع فعلا هناك قانون جديد طبق من جائحة كورونا إلى حد الآن تغييرات عندك 5 في المقابلة هذا شيء جيد وإيجابي بعض الشيء لأنك تستطيع إشراك أكثر من 3 لعبين كما كان معمولا به في السابق ومع ذلك البديل يبقى بديلا والأساسي يبقى أساسيا وهنا يكمن مكما الخلل والمشكل القادم بالنسبة للعبين في بارسلونة وبالنسبة كذلك للمدرب هل يستطيع فليك بحنكته وبقوته أن يخرج البارسة من هذه المشاكل المعقدة القادمة بقوة لأن عودة اللاعبين عادوا بقوة راه نصف الفريق ولا من الإصابات مع رأس السنة سيعود أروخو كريستنسن وطوريز يبقى ناغي بيرنال حتى السنة القادمة مع تألق بعض اللاعبين في الببي ضروري أنك تضحهم الفريق الأول لكي لا يهربوا بحال قويه هوا قويه هورب الشيلسي لم يلعب ولن يلعب موريبا شفنا هذا المثال كذلك في موريبا سابقا لم يلعب فبالتالي فريق يواجههم معضلة خطيرة جدا مستقبلا مع عودة كل المصابين وشكرا اشتركوا في القناة